حصان ميت لا يمكن إحياؤه هكذا وصف المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي المفاوضات مع الجانب الإيراني في فيينا بشأن العودة للالتزام بالاتفاق النووي الوصف الأمريكي المتداول لعملية التفاوض مع الإيرانيين يؤكده قرار أعلنته واشنطن بفرض عقوبات جديدة على إيران مستهدفا شركات تنقل النفط الإيراني لمنع تهران من بيع نفطها في سياق فشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي عقوبات رافقتها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد فيها على أن بلاده ستواصل استخدام العقوبات لاستهداف صادرات النفط والمنتجات النفطية والبترو كيماوية الآتية من إيران حتى تصبح إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي سياسة العقوبات الأمريكية ضد طهران تهدف إذن إلى إجبارها على العودة إلى التزاماتها وفق الاتفاق الموقع سنة 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا وبحسب مراقبين فإن اللغة التي اعتمدها المبعوث الأمريكي لوصف المفاوضات مع طهران بالميتة لا تتجاوز كونها محاولة للضغط على إيران وهي المحاولة التي كررتها مرارا الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية طوال الشهور الماضية آملة أن تثمر الضغوط تجاوبا إيرانيا بشأن الاتفاق غير أن محللين يؤكدون أن إيران تستغل الوقت المهدر أثناء التفاوض من أجل إحراز المزيد من التقدم في برنامجها النووي وتخصيب كميات إضافية من اليورانيوم وصولا إلى امتلاك سلاح نووي في خطوة قد تمثل نقطة فاصلة في العلاقة بين طهران والدول الغربية كما أن الدول الغربية تتغاضى عن الدور التخريبي لطهران وميليشياتها في منطقة الشرق الأوسط في سياق محاولة إقناع النظام الإيراني بالعودة إلى الاتفاق النووي اشتركوا في القناة